لماذا يحاصر الفكر الشيعي والنشاط الشيعي والدعوة الشيعية في بلداننا وآخرها ما أحاله إلي مسؤول المكتب أنه صدر حكم قضائي في مصر يلزم الحكومة بمنح القنوات والمواقع الشيعية حجبها حتى هذا الإنسان المصري الذي يريد أن يكتشف أئمة أهل البيت عليهم السلام ويكتشف الشيعة والتشيع لا يستطيع يدخل على الإنترنت يشوف الكل موقع شيعي محجوب ممنوع هذه سياسة من؟ سياسة بني العباس سياسة بني أمية سياسة عمر بن الفرج الرخجي لكن هل لهم أن يوقفوا التمدد الشيعي؟ هل لهم بالفعل أن يطمسوا أنوار أهل البيت عليهم السلام؟ أنا لهم لا يتمكنوا لا يتمكنوا إن مجرد حجبهم هذا ومحاصرتهم ومحاولاتهم المستميتة لمحاصرة التمدد الشيعي والفكر الشيعي دال على مدى ضعفهم وخوارهم ومدى إفلاسهم في الحقيقة فإن الممتلئ الغنية فكريا وعقديا ومذهبيا وايديولوجيا لا يهاب ولا يخاف أن يأتيه الآخر المختلف معه ايديولوجيا ويتمدد حتى في بلاده فيتناطح معه فكريا ومذهبيا لا يخاف يرحب بذلك لأنه يرى نفسه ممتلئا يرى نفسه قويا ليس ضعيفا ليس مهزوزا المخالفون كبراؤهم قبل صغارهم يشعرون بأنفسهم ويعلمون أنهم ضعاف أمام التشيع والشيعة أنهم لا يمكن أن يكونوا في مستوى المنافسة الحقيقية لمنهاج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يمكن يعني ينافسون أمة أهل البيت بمن؟ بأبي حنيفة بمالك بالشافعي بأحمد بن حنبل بابن تيمية بابن القيم ينافسون أمة أهل البيت بمن؟ ينافسون الإمام الهادي عليه السلام بمن؟ بهؤلاء لا يمكن لهؤلاء أن يصلوا إلى هذه المستويات إلى مستوى المنافسة أهل البيت لا يقاس بهم أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام